أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من أئمة كتب السنة من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أمر يحيى عليه السلام بخمس كلمات بأن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فجمع يحيى عليه السلام بني إسرائيل في المسجد الأقصى حتى امتلأ فحمد الله وأثنى عليه فوعظهم فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق يعني فضة فأسكنه داره وقال أعمل لي فجعل هذا العبد يعمل ويؤدي لغير سيده أي حب أحدكم أن يكون عبده كذلك وفي رواية أي أرضى أحدكم أن يكون عبده كذلك وفي رواية أي سر يعمل ويؤدي إلى غير سيده ثم قال فإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا يعني من خلق ورزق هو الذي يعبد عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ الجواب لا سبحانه وتعالى عما يشركون شكرا